بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا بك شباب معاك عبد الرحمن وبإذن الله النهاردة هنتستفاد كلنا في فيديوهات حل الأسئلة اللفظية أو في أسئلة الايكيو وما تعملش شير وما تعملش لايك وما تعملش سبسكرايب غير لما تشوف الفيديو لنهايته وتحس أن أنت فعلا استفدت وفعلا الفيديو استحق أن أنت تدعمه أو لا المحتوى ده من ضمن الأصعب يعني فيه ناس كتيرة بعثت للأسئلة دي على أن هي أصعب الأسئلة اللي وجهتها سواء في اختبارات بنوك أو شركات بترول أو مدارس ستيم أو آيا كان مدارس المتفوقين يعني للطلبة أو آيا كان الناس مقدمها في الحربية ناس رايح هتشتغل في شركات معينة ما فيش دلوقتي وظيفة غير لما بيشترطوا بنسبة تسعة وتسعين في المية أن أنت تكتاز أكتأج أسئلة يمكن دولة الإمارات العربية فيه إمارة فيها ما فيش حد بيخش الإمارة دي غير لما بيعدي من اختبار أيا كانت الوظيفة حتى لو هيشتغل إيه لازم يعدي من الاختبارات دي فده اللي جاي يعني لازم حضرتك تشغل دماغك وإن شاء الله الفيديو يفيدك أول نصيحة هنصحها لك قبل ما تحلل الأسئلة دي أن أنت ما تخافش منها لو أنت خفت من السؤال خلاص أنت مش هتحله مهما كان تفكيرك موخك هيبتدي يوديك في حيطة أنت مش هتعرف فما تخافش من أي سؤال استعين بالله طبعا أول سؤال موجوب معنا بيقول أن فيه اجتماع كان فيه إجمالي عدد المصفحات فيه خمستاشر مصفحة فيه اجتماع الناس قاعدت تسلم على بعض عدوا عدد المرات اللي هما سلموا على بعض فيها كلهم لقوا أنه عدد المصفحات اللي تمت دي خمستاشر مصفحة فيه كم واحد بقى كم في الاجتماع ده أولا لو مخك دلوقتي مش جايب أي نتيجة ما تتخدش يعني عادي جدا إنه ممكن تكون الفكرة مش موجودة وعلشان كده احنا بنعرف علشان نتعلم أفكار جديدة أول حاجة يا شباب أنا هجأ بص هنا إن في عندي قانون بيقولي إن عدد المصفحات عدد المصفحات اللي تمت دي هيوساوي عدد الناس اللي كانت موجودة ناقص عدد الناس على اتنين تاني عدد المصفحات اللي تمت اللي هو وليكن خمستاشر مصفحة هيوساوي عدد الناس اللي هو المفروض مجهول عندي عدد الناس اللي هو مجهول عندي ناقص عدد الناس اللي انا برضو مش عارفه ناقص واحد على كل الكلام ده مقصوم على ايه كل الكلام ده مقصوم على اتنين تعالوا نعوض مع بعض ونشوف اه ده هيطلع لنا ايه اولا انا عدد الناس عندي مجهول فهفترض طبعا احنا اتفقنا مع بعض ان في الاسئلة دي بعمل عملية اسم عملية التعويض بعوض بعوض عن عقد الناس بسين عقد الناس بسين طيب ناقص عقد الناس ناقص واحد يعني سين ناقص واحد كلام ده كله هيتقسم على اتنين طيب هو عقد المصفحات كام عقد المصفحات خمستاشر يعني معي كالان خمستاشر هتساوي سين في سين ناقص واحد على اتنين هعمل مقص يبقى هودي الاتنين دي هي هنا بالاسم هوديها حتى انا بالضرب فهيبقى خمستاشر في اتنين يعني تلاتين تلاتين بتساوي السين في السين ناقص واحد في الحالة دي بقت معادلة عادية جدا عوض فيها عن السين هلاقي ان قيمة السين بتساوي ستة يعني هنا عدد الاشخاص اللي كانوا موجودين هو ستة طيب حد هايقول لي انا دلوقتي معرفش المعادلات دي ومعرفش يعني ايه السين في سين ناقص واحد والكلام ده كله احنا كنا اخدنا زمان في المدارس بتاعتنا مختلف دولنا العربية بقى اه فكرة المعادلات الرياضية اللي هي سين والتعويض وسين ناقص واحد وصد ناقص واحد فانا بنصحك ان انت تراجع اه شرح اه التعويض والاسئلة اللي من النوعيات دي علشان تقدر تحل اسئلة في الايكيو هنشوف دلوقتي مثال تاني ونشوف نقدر نعمل في ايه بنصحك طبعا ان انت تحاول توقف الفيديو تحاول يتوقف الفيديو حاجة دي جدا تطلع كل اللي في دماغك حاول تطلع الافكار اللي تقدر عليها ونشوف مع بعض نقدر نعمل ايه نقول لك ان فيه تلت عمال بيكملوا بناء خمس منازل في تلت يام فيه تلت عمال بيبنوا مع بعض كده خمس منازل في تلت يام كان منزل يستطيع تسعة عمال بناءهم في خمس تيام طيب لو تسع عمال بقى يقدروا يبنوا كان بيت في خمس تيام اولا من برضو ما تخليش السؤال ياخدك ويمشي يعني تلت عمال يكملوا بناء خمس منازل في تلت ايام احسب كم منزل ان يستطيع تسعة عمال بناءهم في خمس ايام لا مش عارف حاجة وانت مش عارف حاجة علشان انت مقسمتش السؤال لازم تقسم السؤال هقسمه ازاي هبتلي ان انا افنت كل معلومة واكتبها عندي انا عندي في حاجة اسمها عمال عندي في حاجة اسمها منازل وعندي في حاجة اسمها وقت التلت عمال بيبنوا خمس منازل في تلت ايام وايه التسع عمال بيبنوا كام منزل انا ما عارفش هما بيبنوا كام منزل في خمس ايام طيب ببدأ ان انا اعمل عملية مقص عملية مقص اضرب فيها الارقام وبالتعويض اقدر اطلع النتيجة ازاي اواضرة بايه في ايه هقول يا شباب انو تسعة في خمسة تسعة في خمسة في خمسة هاسم الكلام ده على تلاتة في تلاثة طبعا لما اجغلت تسعة في خمسة في خمسة واقسم الكلام ده على تلاتة في تلاتة يعني تسعة هيطلع الناتج خمسة وعشرين طبعا بيبقى مسموح لك ان انت يبقى معاكقلة حزبة علشان تقدر تستخدمها وتقدر ان انت تضرب وتعود وتحل الكلام ده تمام حتى وقين لم يعني يسمح ليك بالقالة الموضوع بسيط جدا تقدر تضرب اه الارقام في بعض منطقة البساطة بالورقة وبالقال طيب تعالوا نشوف مع بعض فكرة تانية من الاسئلة وهنا بيقول لك ايه بيقول لك انت اشتريت صندوق برتقال محتوى ستين برتقال اشتريت انت صندوق محتوى الصندوق ده ستين برتقال لقيت جوه الصندوق في اتناشر برتقال وجدت انه بين كل اتناشر برتقالة تمام برتقالات فاسدة يعني كل اتناشر برتقالة جوها خلينا نقول برتقالة بقى علشان انا مش كلمة برتقالة دي مش بالمصري ناشر برتقالة كل اتناشر برتقالة في تمانية ايه بايزين فكام عدد البرتقالات السليمة برضو نفس الفكرة انا عايز اعود علشان اقدر ان انا احل ماخدش السؤال وامشي بي ويمشي بي زي ما اتفقنا في اسئلة الايكيو قسم الديني طيب اقسمها ازاي اقسمها جروبس جروبات مجموعات انا دلوقتي عندي كم مجموعة انا عندي ستين برتقانة كل اتناشر بيحصل حاجة فعندي خمس مجموعات عندي خمس مجموعات ادي الخمس مجموعات اهم تريد ان اكتبهم في الورقة بتاعت الجميلة اللي انا بحل بيها وبفهم الافكار طيب في تمام برتقانات فاسدين في كل جروب في كل مجموعة انا لو جيت راحت اتناشر نقص تمانية هيطلع اربعة سليم اربعة سليم في كل مجموعة وعندي خمس مجموعات وعندي خمس مجموعات يبقى الناتج هيطلع عشرين برتقانة سليم عشرين برتقانة سليم ممتاز جدا الناس اللي بتجرب وبتحاول وبتفكر وزي ما قلت لك ما تتخضش من الاسئلة دي اسئلة بسيطة وسهلة بنحاول نلم كل الافكار اللي موجودة فيها تعال نشوف مع بعض مثال تاني آآ الولد بيقول لأخته انا عندي من الاخوة الزكور زي اللي عندي من الاناس بص يا اختي طبعا هما الاتنين اخوات انا عندي من الاخوة الزكور زي اللي عندي من الاناس اتنين زي واحد هيكتلو طيب انا بقى عندي من الاخوة الزكور ضعف الاناس. عندي من الاخوة الزكور ضعف الاناس. وهما الاتنين اخوات. فبيسألك بيقولك كم يبلغ عدد الزكور والاناس في هزيه الاسر. دماغي على طول بتروح لفكرة الايه يا جماعة رافع عليك وعليكي فكرة التعويض. انا لازم معوض عن كل بيان موجود قدامي علشان اعرف اطلع اسئلة واطلع اجابات من النوعيات دي. اننا لو ما عوضش بالسين او بصاد باكس او بواي باف او بعين او بزين او بغين مهم ان انا عوض بمفهوم معين حاجة ملموسة في ايديه. علشان اطلع في النهاية بناتج. اي اسئلة لفظية لازم تعوض. ده قانون. تعال نشوف طيب هنعوض ازاي. اول حاجة انا هافترض ان عاد الزكور سين او اكس او واي او ان كان. وعاد الاناس صد. عد الزكور سين. وعدد الاناس صد. خلاص انا عوضته هبدأ بقى ان انا امشي مع السؤال واحدة واحدة وطلع منه معلومات تفيدني. عدد الزكور سين. تعال نشوف الولد هو بيتكلم. الولد طبعا لما هيجي يتكلم هيستسني نفسه. يعني هو لما بيقول لها انا عندي من الاخوة الزكور قدر ما عندي من الاناس. فهيبقى بالنسباله ان الزكور اللي انا افترضت ان هما سين دول هيبقوا ناقصين واحد لان هو مش هيعد نفسه. هيبقى سين ناقص واحد بيساوي صد. ان هو قال لها ان الزكور زي الاناس. وقلنا ان الاناس هي صد. سين ناقص واحد بيساوي ايه? بيساوي صد. طيب وهي بقى لما بتيجي تتكلم. طبعا هقول برضو سين لاننا لازم اطلع متغير. هي اه هتتكلم عن نفسها و اه هتتكلم عن الاناس و اه هتتكلم عن الصد. بس انا هبدأ بالسين ليه? علشان انا بدأت هناك بالسين فعايز اطلع متغير اسمه سين اوصل منه لصد. فمن الفكرة منفعش مرة اقول سين بتساوي و مرة اقول صد بتساوي ولا دي موجودة ولا دي موجودة ففي النهاية مش هاوصل لحل اللي هم هما الاتنين. لكن لما اقول سين بتساوي وسين بتساوي برضو اوصل في النهاية السين اللي منها هاجبها واروح هاجيب ايه? صد. تعالوا نشوف مع بعض. السين بتساوي اللي هو الزكور يعني اتنين طبعا هي بتقول ان الزكور ضعف. الزكور ضعف. الايه? الاناس. فاتنين صد. سين الزكور بتساوي اتنين صد. وطبعا هي هتستسني نفسها. فمش هنقول ان الاناس صد. الاناس هتبقى صاد ناقص واحد. اللي هي البنى قدمة اللي بتكلمه اخته. لما اجد ربها هيبقى اتنين صاد طبعا ناقص اتنين. هدخل الاتنين دي جوه قوس. راجع على المعادلات الرياضية اللي من النوع ده. وراجع عليها. اكتبوا على جوجل كده المعادلات الرياضية. سين فصاد والمتغيرات والكلام ده. وكتدوا بحسوا في الموضوع ويقروا فيه علشان تساهل عليهم. فهنا سين هتساوي ايه? هتساوي اتنين صاد ناقص اتنين. اتنين صاد ناقص اتنين. جميل جدا. لو جينا نعوض بقى نعوض بالمثال اللي قدامنا ده. اللي هو اتنين نعوض بهم في واحد. يعني نعوض بالجانب الشمال ده في الجانب اليمين. هنعمل ايه? هنقول طبعا انا بدل ما اقوله بقى سين ناقص واحد بتساوي صاد لأ انا هحول كلمة سين دي هحول كلمة سين دي للايه? للاتنين صاد ناقص اتنين. اهي. بقت سين اتنين صاد ناقص اتنين. سين. ركز معي وركز معي. اي حد بيفكر في ايه حاجة تانية عايز تاكل مثلا عايز تشرب مش وقت في الوقت. هنفكر في اللي احنا بنعمله. فالسين بتساوي اتنين صاد ناقص اتنين. ده الايه? ده اللي طلعناه من المعادلة اللي في الناحة التانية. ناقص واحد. كلام ده كله هيساوي صاد. منها هتبقى صاد بتساوي تلاتة. ازاي? ما هو هيبقى اتنين صاد ناقص تلاتة اتنين صاد ناقص تلاتة بيساوي صاد. طيب لو جينا نعوض هنلاقي ان صاد هتساوي ايه? هتساوي تلاتة. ولما صاد بتساوي تلاتة سين هتساوي اربعة. ليه? ان صاد لما تساوي تلاتة اه سين ناقص واحد. الناقص واحد ده هيروح الناحة التانية بعكس الاشارة اللي احنا اتكلمنا قبل كده في الفيديو اللي فات. بانصحك يا جماعة دي سلسلة متربطة. حاول ان انت تشوف سلسلة الايكيو. هسيب لك الرابط بتاعها تحت الفيديو علشان تشوف الحاجات والافكار التانية. السالب واحد لما يجي هنا هيجي بالمجب وهنا في تلاتة هيبقى تلاتة زائد واحد هيساوي ايه? هيساوي اربعة. يبقى عدد الاناس وعدد الزكور اربعة. عدد الاناس تلاتة وعدد الزكور اربعة. طبعا يا شباب اه في مسائل كتيرة ان شاء الله هنتكلم فيها اه قدام شوية بس عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده. انا بنصحكم في الاخر وفي الاول ان انت تبقى هادي جدا وانت بتفكر في الاسئلة دي. تستخدم فكرة التعويض وتلم افكار على قد ما تقدر بمعاك كشكول كده بتكتب فيه الافكار بازن الله هتلم اه افكار كتيرة تخش بها اي امتحان تجي بالدرجة انها ايه. ازا لسا موجود معاها لغاية دلوقتي ما تبقى لش علينا بقى بفكرة الشير واللايك والسبسكرايب للفيديو علشان نوصل للمحتوى ده انت لما بتدوس لايك او بتدوس اعجاب او بتكتب تعليق ده بيساعد الفيديو ان هو يطلع في اليوتيوب والناس تقدر تشوفه بشكل اكتر والدال على الخير كفاعله. نحبكم في الله متنسوش تصالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وان شاء الله بنوعد كم بفيديوهات قوية مميزة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.